السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين يا رب تكونوا قائسين وبخير يصعد الله اوقاتكم حباب قلبي بكل خير. ان شاء الله اقرأة جديدة وخصرية على قناة سرار العالم الروحاني لمواليد برد الحمل. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك. وانت خير المبشرين كلها. اتمنى من اخواتنا في الله. ادعموا الفيديو باللايك. وان كنت لم تشترك في القناة. هل اشترك في القناة على زر الدرس اللي هي صلة كل جديد من اشرار العالم الرقمي. والفيديو ان شاء الله اللي هيكون طالة من الابراض. ان شاء الله هو اللي هنعمله هنكتر من الكراءة ديه بازن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. برد الحمل انزل فيها التعليقات صلي على الحبيب المصطفى بنية فتح الابواب المغلقة وبنية الفرض بازن الله تعالى. بسم الله الكاشف. برد الحمل انا شايف ان انت آآ حابب او شايفك ان انت بتخرد ناس اه او اشخاص اه من حياتك. شايف ان انت بتخرد اشخاص اه من حياتك. هزا الاشخاص تدخلوا في خصوصياتك. تدخلوا في حالات ملهمش فيها. ملهمش الحق ان هم يدخلوا فيها. شايف بس خلي بالك اه الفترة دي في حد هيردع لكم. في حد هيردع لكم كان ما بينكم ما بينه اه انفصال او اه بلوك او مشاكل رح يردع لك. في فلوس هتمسكها. خلي بالك الفلوس اللي هتمسكها انا شايف ان انت هتحقق منها اه حدات صح بمعنى لصح. اه شايف ان انت برضو هنا برد الحمل اه بتشتكي من المعدة. شايف ان انت بتشتكي من المعدة. المعدة عندك تعبان. انا شايف برضو عندك طاقة حزن. عندك طاقة حزن كبيرة. حزن اه عميق. لعلشان انا شايف ان كلبكم اه حزين مكسور بدون سبب. خلي بالك انا شايف ان انت هتكشف سر. في سر قدامك رح تكشفه. السر دي قريب. السر هذا قريب اللي رح تكشفه. شايف برضو هزا الايام اه من اكتر الايام اللي عندكم كسل. اه عندكم خمول. اه حاسين بطول الوقت اصداع اه تعب خانقة اه ضيق. اه بتاخذوا علاد بيخف شوية اصداع وبيرتعلكم تاني. بتعانوا من حادات كتيرة. شايف برضو ان انتوا هنا يعني خلاص اه واخدين بالكم. وبتنتبهوا كويس ددا على حالكم. شايف ان انتوا هنا ابتدأتم تحققوا النداح. ابتدأتم توصلوا للمرحلة اللي انتم عايزينها او عايزين توصلوا لها. شايف ان انتوا هنا اه بتحبوا وتغيروا اه حادات كتيرة في اموركم وتستكملوا اموركم. بعلشان كده قلت لكم اه دايما اه متعرضين للمشاكل وللحسد وهكذا. بسم الله الكاشف. شايف ان انت هنا بتخلص اوراق اه الاوراق دي تخص اوراق حكومية او اه شراء مسكن بس ان شاف ان فيه تم موقوف. اه في وقف عندك ممكن نقول تعطيل او لسه بتخلص اوراق او بتخلص هذا ان شاء الله راح تكتمل على خير بازن الله تعالى. شايف ان لسه برضو في ايام جدامك حلوة. اه في منكم هنا البعض شايفو عايزي سافر. عايزي سافر. اه جدامك ربط السفر. شايفك برضو مدايك. اه متهدين. اه مخنوق. هزا الكراءة عام وكراءة مفتوحة. اخواتنا في الله ليالشباب والنساء للرجال والنساء. هزا الكراءة مفتوحة. اخواتنا في اللوع وكراءة الجيم. اه فاخد اللي يطابق ليك. شايف هنا برضو الفترة دي انا شايف ان انتم عايزين حادة تعملوها. او حادة تتخلصوا منها. اه شايف ان انت محتار. افحيرة. عايش افحيرة. اه عايش بفترة صعبة. فترة متقلبة. اه فترة مش عارف تاخذ قرار. مش عارف تنتقل خطوة القدام. شايف برضو عندك هنا اه في انت واخد بالك من حادة. الحادة دي واخد بالك منها. وعارف هتعمل فيها ايه. بس شايف في مفادة قدامك. اه مفادة حلوة. ما تكونش في الحزبان. شايف ان انت هتقضي رحلة فيها او فسحة او خروضة او عزومة ما حد عزيز على قلبك. اطلع من طاقة الحزن. اطلع من طاقة الاحباط. اطلع من طاقة الحزن. الخنق الضيق. اطلع من هزا الطاقة. اه بلاش يعني اه تضحك مع الناس وتهزر. اه هزا الناس اه بتتكلم عليكم وظهركم. بتأخذ منك الكلام وبتضيف عليك كلام اخر علشان هي اللي تكون مميزة او هي اللي تكون انسانة كويسة. وبتشوف صمتك امام الناس الاخرى. علشان هي تكون كويسة. فانت ارمي وراء ظهرك علشان انت بتتأثر بعي كلمة. بعي كلمة بتتأثروا بيها. شاف ان هنا في حد عزيز على قلبك اه متوفي. اه او اخ او قريب عليك. ومازال انت زعلان عليك. مازال زعلان عليك. اه شاف هنا برض انت شخصيتك ابتدت تقوى. اه ده ابتدت عندك قوة اه من الله من اللحباط من اليأس اللي شفتوه من التعب من الكلام. ابتدت تقوى. ابتدت تغير من حياتك. ابتدت تمشي فيها الطريق وتاخذ طريقك. اه ان شاء الله تفتح معك الببان بازن الله تعالى. صلع الحبيب المصطفى عليه وفضل الصلاة والسلام. الله مبشر اللي بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. في حد اه دمر حياتك. الشخص تعبك سوى الاال او رجل هو اللي ازاك يزاك بالسحر. هو اللي ازاك انت داعيت عليه داعيت عليه. عز حقك باذن الواحد الاحد. هتاخذ حقك حقك ردع لك. حقك ردع لك مهما يلف مهما يروح حقك ردع لك باذن الله تعالى من التعب اللي عندك التعطيل التيقال الألم الخانقة الطيق هو من السحر ان شاء الله راح تشفى بامر الله تعالى في بشرة شفاء. بشرة شفاء وبشرة خير قريبة بازن الله تعالى. اه شاف هنا اه في حد في سيدن اه اه شاف في حد مكفول عليه اه ببان. هو مظلوم. اه مظلوم. ومكفول عليه ببان. ان شاء الله في عنده فتحة قريبة اه قريبة بازن الله تعالى. هيخرج. بازن الله تعالى هيخرج للخلاوة الوسع من هذا المكفول حواليه. سواء كان في سيدن او كان في مرض او كان في ضيق. رح يخرج بقدرة الله تعالى من هذا بازن الله. شاف هنا البعض منكم اه مستنى حادة. بقدر المستطاع. انا شاف ان انتو اه في حدا خايفين منهم. يعني انا شاف ان انتو خايفين منهم. ما تجلقش. ما تجلقش. هي مش هتحصل. هي مش هتحصل. شاف ان انتو هنا اه شقين في الشريك. بس انا شاف الشريك بيحبكم. الشريك بيحبكم. الشريك بيحبكم بطريقة رهيبة ومنكم اه يعني قلنا ما تخش الكراءة اه ليك كلها. اه خز المطابق ليك. لان منكم شايف برضو حصل انفصال. خزلوا الشريك. اه حصل انفصال. غدر بيه. فانا هنا تاخذ الكراءة اللي مطابقة ليك. اه في هنا برضو منكم الشريك بيحبه. والشريك صادق معاه. وكويس. وفي منكم خزلوا الشريك وفي طرف تالت. وفي منكم بسبب السحر. بسبب السحر. عندي تلات اه اشياء. سبب السحر. الشريك خزله بطرف تالت. وكذب عليها. وقدر بيه. والشريك بيحبه. وصادق معه. عندي تلات اه اصناف كما كنا. فخز الكراءة احبابك احبابي اللي بتطابق لك. وصلي على الحبيب المصطفى فضلا وليس امر انه يدعم الفيديو باللايك اخواتنا في اللا. شافنا ان انت بتدور على الامان. اه بتدور على الطبطبة. بتدور على الحينية. بتدور على الشخص الصادق معك. بتدور على حد يحتويك ويكون صادق معاك. علشان تطلع من الخانكة اللي انت فيه. ملاقيش حد بيتطبطب عليك. ملاقيش حد بيحبك. ملاقيش حد صادق معاك بمعنى الكلمة. اه امنت اول عطيت الامان لناس اه لكن غدرت بيك. اه انت مشكلتك انك بتصق في الناس اكتر من اللازم. بتصق كتير في الناس. اه مش كل الناس يا احبابي في اللا كلنا هي اللي اه تصق فيها. مش كل الناس اللي تعطيها السقة. الودع اللي انتو فيه. اه الخانكة اللي انتو فيه هجم من الشيطان. من شيطان السحر. كما قلنا هو اللي عمل لك التعب. الم في المعدة. اه الم في العمود الفقري. دوخة. اه تعب همدان. حتى اد كاترة كثيرة منكم كشف. اه بياخذ علاد. لكن مش دائب معه نتيجة. مش دائب معه نتيجة. انت هتاخذ خطوة جديدة. شايف ان انت هتفعل هذا. اه في حالة تفعلها هتاخذ خطوة فيها جديدة. فيها نداح لك بقدرة الله تعالي. فيها نجاح بازن الله. علشان انت فوضت امرك لله. مش عايز حادة تاني. فوضت امركم للواحد الاحد. عندكم علاقة ان شاء الله رح تكتمل. في علاقة رح تكتمل بازن الله تعالى. شايف في رجوع. اه في رجوع او زواد. رجوع او زواد. لانها شايف في اخبار حلوة. اه تخص شايفك هنا مبسوط اه في دبلة او خاتم او حد زي كده. ان شاء الله هتكون زواد او رجوع او ارتباط بمشيئة الله تعالى. شايفك فرحان? فارض بيتك بمشيئة الله. صلى على الحبيب المصطفى. الحزن اه هو اللي مؤثر عليك. اه هو اللي حاسك محاسك بالاحباط. اه محاسسك لا قادر تنسى اللي ظلمك او لا قادر تفكر في المستقبل او تفكر في الواقع اللي انت فيه. قافل على نفسك. مخنوق مش طائق حد. مش حابب تخرج. حابب العزلة. هو من الطاقة السلبية. حاول تخرج من الطاقة السلبية كما كنا. لانها شايفك هنا اخرج من اللي انت فيه. ما تخليش الدنيا تلف عليك. وتبقى انت بدوقة ما. اخرج من اللي انت فيه. وفق. واطلع لطريقك. وان شاء الله هتفتح معات الببان بازن الله تعالى. هنا هتا شايفك هنا. بتنقل من مكان لمكان. حابب ممكن تقول لشتري مسكن. ان شاء الله يكون لبيت زودك. او لبيت خطيبك. ان شاء الله يكون اه او شراء اه مسكن جديد بازن الله تعالى. ان شاء الله ربنا يكتب لكم السعادة فيه. اه انت حاسس في حد هتخيب ظنك. حاسس او شايف ان في حد هتخيب ظنك. لا مش هتخيب ظنك بازن الله تعالى. اه في هدية ديالك. في هدية ديالك. انت مش متوقحها بإذن الله تعالى. في هدية ديالك بمشيئة الله. اللهم صلى على سيدنا محمد. في حد هنا عايزك تسامحه. اه لحد ظلمك. اه ظلمك. هو هيدو هيطلب منك السماح. انت هو عايزك هو عايزك تسامحه لانه تعلم. شافك في المنام او رؤيات اه بيتدع عليك كزا مرة. وهو عرف ان هو ظلمك. فعايز يديلك ويسامحك. فممكن هيديلك ويسامحك. او هو بيطلب منك السماح من قلبه. وبيدعي ربه انك انت تسامحه. فانت ونفسك شوف حابب سامحه. سامحه. علشان سامحه. علشان غيرك يسامحك. فانا هنا بقول لك اه سامحه. اه حتى لو كان ظلمك فسامحه. علشان غيره يسامحك. كما هتظلم هتظلم. بسم الله هتكاشف. الله مصد الله على سيدنا محمد. شايف هنا اه في حادة جديدة انت منتظرها. في مكالمة اه او رسالة او فتح بلق. اه حادة تخص السشوى الميديا انت منتظرها. لا رسالة لفتح بلق لمكالمة. في حد ان انت وقف معك. اه الشخص دي هو وقف معك وبيساعدك. هو بيحبك بصدق ووقف معك. هذا الشخص. بيحبك جدا هذا الشخص. وحابب ان انت تكون. اه حابب يعني ان انت تكون نادح. تكون مميز. اه تكون تندح بقدرة الله تعالى. حابب ان الدنيا تمشي معك او تطلع درادات اكثر بمشيئة الله تعالى. حسدينك على اي حادة. حسدينك على اي حادة. علشان كده دايما ربنا اللي بينصرك. مع انك وقعت في مشاكل. وقعت في حفرة. لكن ربنا نداك منها بمنشيئة الله تعالى. خلي بالك من الاقارب. السحر اللي قلنا عليها. خلي بالك من الاقارب. علشان مش بيحبو لك الخائع. ومش بيحبينك تكون احسن منهم. مع انك التنادح. وربنا بيخردك من وقعات كتير معين وقعوك في كزا مشكلة. او كزا نقرة او كزا حفرة. لكن خرت منها بقدرة الله تعالى. خرت منها بمشيئة الله تعالى. صلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم بالشن بما انتظر منك. وانت خير المبشرين كلها. وقلت بتعاني من السحر كما كنا. والمس او من تعطيل او من تابعة. ايه منزل من قبل في القناة داخل القناة. جميع العلادات كلها بمشيئة الله تعالى. علاد السحر وعلى دي المسوء على دي التابعة. وجلب الحبيب ورد المطلقة. كل هاي الطرق منزلها داخل القناة. واللي حابب يتواصل مع المديرة او انستجرام او ايمو الرقم امامكم. يتفضل معنا بازن الله تعالى وهيتواصل مع الشيخ يوسف معايا بازن الله تعالى. وفضلا وليس امرا احبابنا في الله. ادعموا الفيديو باللايك. وان كنت رميك اشترك في القناة. فلاشترك في القناة. فعل زر الدرس ليصلك كل جديد. وانزل في التعليقات. صلي على الحبيب المصطفى على يفضل الصلاة والسلام. اللهم صلي صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد. واغشي اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات. فنظر الى وجهك الكريم. وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي اعزه من كل سوء. اللهم فرد كربنا كموعد. امن يجيب المطر اذا دعا ويخشف السوء. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.